قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تسلمت اليوم الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولي الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 820 مليون دولار وخلال ترأسي الاجتماع الأول للمجلس التنصيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيلته الجديدة جدد مدبولي أن هذا التطور يعد شهادة ثقة في برنامج الحكومة بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية في هذا الشأن الاجتماع شاهد أيضا استعراض التطور الإيجابي للمؤشرات النقدية الحالية برغم التحديات بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الأجنبي واستخداماته وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي اشتركوا في القناة